تحية طيبة مشاهدين وأهلا بكم إلى موجز أخبار الآن بدأت قوات العراقية المشتركة عملية عسكرية لاستعادة كامل قضاء الحويجة من احتلال مسلح داعش عبر عدة محاور وفد مصدر عراقي بأن شرطة الاتحادية سيطرت على ناحية العباشي وثماني قرى في الحويجة كما تتوجه قوات العمليات الخاصة بجهاز مكافحة الإرهاب من ناحية العلم شرقي مدينة تكريت لاستعادة ناحية الرشاد فرضت الحكومة العراقية منطقة حضر جوي على كردستان يبدأ تطبيقه اعتبارا من مساء اليوم وبحسب مديرة مطار أربيل في كردستان العراق فإن جميع الرحلات الدولية من دون استثناء من مطار أربيل وإليه ستعلق اعتبارا من الساعة السادسة بالتوقيت المحلي طالب الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو جويترس أمام مجلس الأمن الدولي الحكومة البورمية بوقف العمليات العسكرية في غرب البلاد وإتاحة وصول الدعم الإنسان بدون عوائق لا سيما لأقلية الروهينغا المسلمة كما طالب جويترس بضمان العودة الأمنة والطوعية والكريمة للاجئي الروهينغا عذرت منظمة الأمم المتحدة لطفولة يونسيف من أن أكثر من نصف المدارس في ولاية بورنو التي يتركز فيها الصراع بين الجيش النيجيري وجماعة بوكوحرام ما تزال مغلقة وبحسب المنظمة الأممية فإن الهجمات على المدارس تهدد بأن تصنع جيلا ضائع من الأطفال وتهدد مستقبلهم ومستقبل دولتهم بالإضافة إلى سوء التغذية المدمر والعنف وتفشي الكوليرا طلبت واشنطن بعمليات تفتيش أكثر سرامة في إيران من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية المكلفة بمراقبة تطبيق الاتفاق النووي المبرم بين القوى الكبرى وإيران وأشرت السفيرة الأمريكية في الأمم المتحدة نيكي هايلي إلى أنه يجب على كل الأطراف الموقعة على الاتفاق أن يكون لديها فهم مشترك لبنوده عذرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية من التقدم السريع الذي حققته سادس تجربة نووية أجرتها كوريا الشمالية في الثالث من الشهر الجاري وكذا مدير عام الوكالة يوكيا أمانو أن الأهم في الوقت الحالي هو أن يتحدى المجتمع الدولي لكبح طموح بيونج يانج الذي يهدد الأمن الدولي قال مسؤولون أن عدد الأشخاص الذين فروا إلى الملاجئ ومراكز الإيواء المؤقتة على جزيرة بالي في اندونيسيا ارتفع إلى نحو 104 ألاف شخص بعد تحذير من نشاط بركاني متزايد قد يؤدي إلى ثورة بركان في أي وقت ورفعت السلطات درجة التحذير إلى أعلى مستوى الأسبوع الماضي نهاية الموجز في أمان الله نشكركم على متابعة قناة تلفزيون الآن على اليوتيوب ليصلكم كل جديد قموا بالضغط على زر الاشتراك أو سبسكرايب إن أعجبكم ذلك شاركونا بتعليقاتكم ولا تترددوا أيضا بالضغط على مشاركة أو لايك اشتركوا في القناة